في البداية اسمحوا لي أن أقول أن هذه النبوات التي لا حصر لها عديدة كثيرة أولا اندلت على شيء بالدل على سيادة الله وعلى هيمنة الله الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة الناس على البشر على التاريخ وهو يتخطى حدود الزمن الله شايف كل شيء من البداية للنهاية فهذه النبوات عندما تتم بتدل على سيادة وهيمنة الله وحضور الله في كل شيء شيء ثاني هاي النبوات أحبائي بتصير بخطة محكمة منساجمة التي تظهر هدف الله ومعاملات الله مع البشر فالكتاب المقدس ليس مجرد كتاب عشوائي أو فيه مثلوجيا مثل الكتب الأخرى واحدة من البرهين المهمة جدا لوحي الكتاب المقدس وصحة الكتاب المقدس هي النبوات العديدة من آلاف السنين لمئات السنين عبر أكثر من أربعين كاتب في أكثر من فترة 1500-1600 سنة بيتنبؤوا عن مجيء يسوع المسيح في ظروف متعددة مختلفة تحت ممالك كثيرة وطبعا منهم أشخاص متنوعون مختلفون بتشوف الحكيم كسليمان النبي داود الملك بتشوف عاموس الراعي الغنم وجاني الجميز بتشوف موسى النبي اللي تهذب بكل حكمة المصريين وكتاب آخرون من إشعياء لأرمياء لحسقيال في ظروف قبل السبي خلال السبي بعد السبي وكل هذه النبوات بتصير بخطة بحكمة تظهر أن الله له هدف في حياة الناس وله هدف في التاريخ اشتركوا في القناة